اشتركوا في القناة لقد هللت المعارضة السورية كثيرا لانجازها في انطاليا والذي تمثل في القدرة على جمع اكثر من اربعمائة شخصية من مختلف المشارب والالوان والاطياف السياسية تحت سقف واحد وازاد من فخرها بنفسها انه كان لديها المقدرة في اتخاذ قرارات اعتبرها كثيرون جريئة كتبني شعار اسقاط النظام مثلا وهو ما تحفظ عليه بعض المعارضين بما يمكن القول ان مقررات مؤتمر انطاليا كان السقف الاعلى لكل ما تبعه من مؤتمرات المعارضة في الخارج المعارضون انفسهم يعترفون بمشقة وصعوبة عملهم بخاصة لجهة توحيد الرؤى والموقف الواحد حيث لا يخفى ان المعارضين انفسهم ينتمون لتيارات سياسية وايدولوجية واثنية ودينية مختلفة ايدولوجيات تعترف غالبيتهم بانها لم تستطع حتى اليوم تجاوزها او القفز عنها في الوقت الذي تجاوزها الشارع السوري الثائر ومنذ الايام الاولى لثورته كان يتحدث بلغة وشعار شعبوي ضاق ذرعا بالاستبداد والظلم والتهميش من قبل النظام وقد ظهرت تباينات رؤى المعارضة بوضوح كبير في مؤتمر اسطنبول الذي كان من بين اهداف عقاده تأليف حكومة ظل لم تلقى على اي حال تأييدا واسعا بل افرز المؤتمر خلافا لا يزال يعتمل الى اليوم بسبب تسمية الدولة حيث تحفظ ممثلو الاكراد السوريين على عروبة الدولة السورية ولم يفضل اشتباك الى اليوم كما ظهرت خلافات المعارضة في لقاء باريس الذي جمع ثلة من السياسيين والمفكرين الاجانب معترضين على حضور بعض الشخصيات التي اتهموها بمحابات اسرائيل المعارضة السورية وبعد شهور من الحراك الذي بدأ في انطاليا لا تزال تعتريف بانها لم تشكل بعد واجهة سياسية للثورة السورية واجهة من المفروض ان تتحدث مع العالم الخارجي بلغة يفهمها هذا العالم وبحسب ما تقول انها ذهبت شرقا وغربا واستطاعت ان تحشد الدعم للثورة وفي هذا القول مبالغة كبرى برأي الكثير من المراقبين وتكبيرا لشأنهم ولأعمالهم والعبرة في النتائج اذ لا يزال المجتمع الدولي حائرا وغير قادر على اتخاذ موقف محدد مع اعترافه بسوء سلوك النظامي تجاه شعبه لان من حشد الدعم الخارجي للثورة السورية هي دماء الشهداء وتضحيات الثوار التي فرضت موقفا اخلاقيا على العالم وان لم يترجم بعد الى فعل سياسي مؤثر المعارضة السورية تقول انها ملتزمة بثوابت لا تقبل الجدل فيما الواقع وتجارب المعارضات في العالم القديمة منها والحديثة تؤكد ان الثابت الوحيد في العمل السياسي الوطني هو الوطن نفسه وابناء هذا الوطن وما عد ذلك يمكن ان يتغير بتغير ظروف العمل السياسي ومقارعة النظام بخاصة عندما يكون هذا النظام مثل النظام السوري لديه خبرة طويلة في ابرام السفقات ولو على حساب شعبه وبلده ومئات الامثلة تؤكد على ذلك وبحسب مراقبين فان غرق المعارضة السورية في حديثها عما تقول انه ثوابت هو فخ استدرجها النظام السوري اليه وقوقعها فيه وراح يوجهها ويبعدها ويقربها ويتلاعب بها من بعيد من خلال افق حدده لها مسبقا وحبست نفسها فيه الشعب السوري الذي تدخل ثورته شهرها السادس كان ينتظر من المعارضة ما هو اكثر بكثير مما انجزته ويذهب طيف واسع منهم الى المجاهرة بالقول انها تتجه لخذلانه شيئا فشيئا بعد ان انفقت هذه المعارضة الوقت في اجتماعات لم تترجم الى افعال وبرامج عمل داخلية او خارجية مصادر من المعارضة نقلت الى تلفزيون اورينت ان حديث المعارضة السورية مع الدوائر السياسية الدولية والاقليمية والعربية لم يتجاوز حدود توصيف الواقع السوري والبكاية على الشهداء والضحايا فيما لم يباشر احد منهم حديثا عن شكل سوريا الحديثة والتزاماتها الدولية والاقليمية وهو ما حرك على الدوام الجانب الاخلاقي عند هذه الدوائر ولم يحرك جانب المصلحة التي تعد اساسا في اي علاقة بين الدول لم يعد مقبولا من المعارضة السورية اليوم تقديم المبررات ولم يعد مقبولا منها التشتت والاختلاف في الرؤية فيما بينها ولم يعد مقبولا منها ان تقول ان الثوابت التي تضبطها تبطئ من حركتها ولم يعد مقبولا ان تحصي للسوريين عدد المرات التي تجتمع فيها ومكان هذه الاجتماعات والاكتفاء بالدعم الاعلامي للثورة وغيرها مما تراه انجازات البعض يقول ان المعارضة السورية شأنها شأن اي معارضة عربية اخرى تنتظر من يجمعها بالقوة ويفرض عليها برنامج عمل تكون هي اداته التنفيذية ويلمح هؤلاء الى مؤتمر الطائف الخاص بلبنان ومؤتمرات بول بريمر التي انتجت المجلس الوطني العراقي ويبقى السؤال مطروحا هل فعلا لا تجتمع المعارضة الا بالعصى الدولية وهل هي جاهزة للتخلي عن انانيتها ودكاكينها والتوجه نحو العمل الجماعي بعيدا عن الحساسيات والرؤى الخاصة ونزعة التفوق الذاتية الكاذبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر